سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام النهاردة هنتكلم عن سوسا بدر وإصابتها بمرض خطير بعد التنمر على شكلها النهاردة الخبر ده كان متداول بعد نشر الفنان سوسا بدر على حسابها على الانستجرام صورة ليها زي ما حضراتكم شايفين الصورة بملامح وجه شاحب وكمان كبر سن وعلامات شايخوخة والشكل أكبر من السن بكثير جدا لدرجة أن الناس كتير علقوا على الصورة وقالوا أنت مريضة وأنت فيك إيه وطبعا كل الجمهور جمهور ومحبين سوسا بدر كانوا عايزين يعرفوا ايه الصورة دي وشكلها عامل كده ليه وطبعا باختلاف الصورة دي مع الصور اللي هي بتنزلها على حسابها فيه فرق في الملامح وفيه فرق في السن كبير جدا زي ما احنا ما شايفين الصورة قدامنا والصور التانية لكن الفنانة سوسا بدر كشفت الحقيقة دي وقالت للجمهور بعد تعليقات كتيرة جدا علقوها قالت لهم كتبت تحت الصورة ايه رأيكم في اللوك الجديد ده لمسلسل السيدة زينب طلع طبعا ان هي ولا تصابت بالشايخوخة ولا مرض خطير زي الأخبار لت دولت لكن الحقيقة ان هي بتمثل مسلسل جديد دراني جديد اسمه السيدة زينب وكان المكياج جامد جدا وعلقت على الصورة اللي نشرتها بعد التعليقات الكتيرة من الجمهور وقالت مين شاف الحلقة الاولى من مسلسل السيدة زينب بعد طبعا الاخبار متدولت ان هي جالها مرض خطير والصورة عملت جدل واسع جدا على السوشيال ميديا بما لمحها الغريبة وان الناس كتيرة صدقت ان هي تصابت بمرض خطير وطبعا انهيارها وبكاءها وطبعا كلام كتير جدا جدا اتقال بخصوص الصورة دي بس هي بتقليقها على الصورة تم معرفة ان هي بتعمل العمل جديد اللي هو السيدة زينب وده الشخصية متطلبة ان هي تطلع بسن كبير كده فزي اي ممثل لما بينزل اي صورة ليه طبعا في ناس كتيرة جدا بتتعلق على الصورة بطريقة غريبة جدا وكمان بتنشر بعديها اخبار غلط عن الفنان زي لسه من يومين كان الفنانة سهير رمزي نشرت صورة ليها وكانت مصطدفاها مزيعة في برنامج ليها واثناء التصوير اتصورت ونزلت صورة على حسابها على انستجرام الصورة دي كانت فيها المكياج بتاعها باهت توفي اه اماكن فتحة واماكن غمئة طبعا بعد نشرها للصورة دي اتنشر خبر اه عاجل اصابة الفنانة سهير رمزي بالبوهاق وجابوا الاماكن الفتحة والاماكن الغمئة وحددوا ان هي اتصابت بمرض خطير وانهيارها اه وطبعا ده ما كانش حصل وهي نزلت على حسابها بعدها وشرحت قالت ان ده بسبب المكياج ممكن يكون الكريم صلاحيته منتهية وهو ده اللي عمل اماكن فتحة وغمئة ومي عنديش بهاق ومفيش اي مشكلة عندي والحمد لله فدي اشعاعات بتسيب المشاهير بعد النشرهم لصور ليهم بطريقة الخطأ اشتركوا في القناة